ينضم إلينا من إستنفول أحمد رمضان عضو الائتلاف الوطني السوري سيد أحمد أهلا بك إذا كل ما يحدث من هذا التصعيد والمجازر والمحرقة التي تحدث في حلب هل من أي خطوات ممكن أن نتوقعها على عجل من قبل الائتلاف في واقع الحال المشهد بات موصوفا الآن في حلب وفي باقي المناطق نحن نشاهد فعليا تعمدا روسيا في ما يجري خاصة على صعيد استخدام أسلحة نوعية الآن تصنف على أنها أسلحة استراتيجية تستخدم في الحروب الكبرى وسبق أن أدخلتها روسيا إلى سوريا قبل نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر وتستخدم بعضها للمرة الأولى الآن في حلب مما يعني أن هناك تعمدا في حسم المعركة بوقت قياسي وهذا أيضا يأتي في ظل قيام إدارة بوتين بإبلاغ الجانب الأمريكي وبعض الأطراف الأخرى بأنها وضعت أمام عينيها نصب عينيها مدة أسبوعين فقط لحسم هذه المعركة في حلب وإخراج أهلها منها كما هددت في الفترة الماضية في ضوء ذلك حقيقة كان هناك قرار بقطع زيارة وفد الهيئة العليا والائتلاف إلى نيويورك وواشنطن والعودة الآن نحن بدأنا قبل نصف ساعة من الآن اجتماع استثنائي حقيقة في الائتلاف الوطني للهيئة السياسية الموسعة تقييم للوضع العسكري الميداني على قاعدة أن الخيارات كلها باتت مفتوحة الآن وليس هناك استناد فقط إلى العملية السياسية أو العملية التفاوضية كما كان يجري في السابق أعتقد أن الجانب الأمريكي قد استنفذ كل الفرص المتاحة لديه الآن كإدارة وبالتالي لم يعد متاحا الآن إلا التوجه إلى الخطة الأساسية التي ينبغي أن تعمل عليها الثورة وهي الضربات الموجعة المؤلمة للنظام وللاحتلال الروسي والإيراني داخل سوريا الآن وعدم التعويل على عملية تفاوضية ليس لها جدوى وعملية سياسية ليس لها حماية أيضا يعني عندما نتحدث الآن عن انتزاع العملية السياسية من رعاية لما المتحدة إلى رعاية ثنائية أمريكية روسية نشاهد أن الروس هم الطرف الذي يقصف وأن الجانب الأمريكي أيضا هو الطرف الذي يتفرج أو يعنب عن القلق وليس لديه المزيد إذن هناك خيارات موجودة لدى المعارضة وموجودة أيضا بالتشاور مع الأشقاء الذين نفذ أيضا صبرهم من الإدارة ومن سلوكها في التعامل مع السوري طيب قلت أستاذ أحمد أنه اجتماع ستفنائي حتى نفهم تفاصيل لأن هذا الاجتماع الاستثمار أقل يقدم بعض المشورات لأنه هناك من يقول أنه الآن الائتلاف يشعر أنه بات وحيدا في الساحة يعني حقيقة اللقاء الآن هو للهيئة السياسية الموسعة في الائتلاف لكنه ليس لقاء مفردا هناك سلسلة من اللقاءات واللجان التي سوف تعمل لتقييم الموقف من كل جوانبه والخروج باستراتيجية جديدة لأن قواعد اللعبة إن صح التعبير قد تغيرت على الأرض وأيضا قواعد اللعبة السياسية تغيرت لم يعد يستطيع الآن أي طرف من الأطراف بما في ذلك الجانب الأمريكي التعويل على هذه العملية وأعتقد أن الإشارات التي وردت اليوم من مسؤولين أمريكيين بالتلويح بخيار الأسلحة المضادة للطيران هي مؤشر الآن على أن فعلا قواعد اللعبة تغيرت تغيرت بمعنى أن الطرف الروسي لم يعد يعول على التسوية السياسية هو يتجه للحسم العسكري وبالتالي الحل السياسي يحتاج إلى طرفين مباشرين لكن هناك طرف الآن يتجه إلى الحسم وبطريقة وحشية جنونية كالتي نراها الآن في حلب هي أقرب إلى الإبادة المباشرة وبالتالي لم يعد مبررا على الإطلاق لدى إدارة الرئيس أوباما أن تتمتنع عن حماية السوريين أو تحضر السلاح المضاد هل تأملون أي تحرك؟ لا أن تدفع قوات ولا أن تزول بأسلحة تأملون أي تحرك في ظل هذه الفترة المتبقية للرئيس أوباما وهي ليست بالفترة الكبيرة يعني نحن نبحث الآن مع الأشقاء نقطة واحدة تقريبا نحن بالمناسبة لا نريد تدخلا عسكريا أمريكيا في سوريا ولا نريد تدخلا عسكريا من أي جهة ولا نريد أيضا حتى من الأمريكان أم يبادرهم للتسليح نحن نريد منهم فقط أن يرفعوا الفيتو الموضوع على تسليح الجيش السوري الحر بأسلحة مضادة للطيران من ناحية ومضادة للدروع أيضا بمسافات معينة وبالتالي إذا تمكن الجيش السوري الحر من الحصول على السلاح المناسب أعتقد أن قدرته واسعة على توفير الحماية للمدنيين السوريين ولن يتمكن الطيران في هذه الحالة من التحليق مرة أخرى فوق المدن بالشكل الذي نراه الآن كل هذه العملية تتم لأن هناك فيتو أمريكي وضع على السوريين بأن لا يحصلوا على سلاح مضاد للطيران لكي يوفروا الحماية نحن نقول هذا السلاح هو سلاح ردع لن يستخدم ضد أحد يعني لا دول مجاورة ولا أطراف تحالف دولي ولا غيره نحن نستخدم هذا السلاح لحماية أفسنا وحماية شعبنا وليس من أجل التهديد به للآخرين طب ماذا بخصوص تركيا يعني بالفترة الماضية يعني وخصوصا ما قبل محاولة الانقلاب الفاشلة كان هناك يعني على الأقل نبرة أكثر صرامة فيما يتعلق بالملف السوري كان هناك خطوات تحرك دبلوماسي نشعر الآن وكأنه بدأت تنأب نفسها بعض الشيء يعني فعليا المواقف حتى الآن فيما يجري في حلب ليست قوية بالقدر الكافي كما أشر وأعتقد أن جزء من الاتصالات الآن التي تجري بين الهيئة العليا وأيضا توفير الدعم الكافي سياسيا للمعارضة فيما يتعلق بالخيارات التي سوف مذبح هي مذبحة كبيرة وهي تستهدف الجميع ولا يمكن تمريرها بأي شكل من الأشكال سواء ذلك نحن نتوقع في اتصالاتنا الآن مع الدول الشقيقة أن يكون هناك موقف قوي وداعم أيضا للخيارات التي لديكم أو بديل في حال استمرت العمليات والمحرقة والمجازر في حلب قادة الميليشيات الطائفية الإرهابية الذين يأتون إلى حلب ويستعرضون والأسلحة ذات الطبيعة الاستراتيجية التي أدخلتها روسيا مؤخرا إلى سوريا وتستخدم الآن في حلب وبالتالي لا يمكن الآن حديث عن عملية تحول سياسي مراهنة سياسية بينما يتجه الحسم لرؤية جديدة الآن يجري نقاشها وطرحها والتعامل معها سوف تتلازم مع هذا التغير السياسي الذي نحن نتحدث عنه إذن نحن نراجع الموقف برمته ولا يمكن الاعتقاد بأن المعارضة السورية ربما لن نستطيع التحدث كثيرا في الجانب العسكري أن هذا له ميدانه الخاص شكرا لك من إسطنبول أحمد رمضان